في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة من سورة الإنسان نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم المعنى واضح وشددنا أسرهم أحكمنا وأثبتنا خلقتهم هذا هو المراد من قول الآية وشددنا أسرهم إنه إحكام على أكمل وجه لما خلق سبحانه وتعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديل الكلام هنا عن الاستبدال التكويني نحن خلقناهم وشددنا أسرهم الحديث عن التكوين الحديث عن الخلق نحن خلقناهم وشددنا أسرهم أحكمنا تكوينهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديل هذا استبدال تكويني وإذا شئنا إذا اقتضت المشيئة في سورة التوبة في الآية التاسعة والثلاثين بعد أن جاءت الآية التي قبلها تخاطب الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل تأتي الآية التي هي حاجتنا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم هذا استبدال في المصير هذا استبدال في شؤون الحياة ليس استبدالا تكوينيا كاملا خلقيا كاملا مثلما تحدثت سورة الإنسان عن ذلك كما قرأت عليكم قبل قليل هذا استبدال في المصير هذا استبدال في طبيعة الحياة التي يعيشها الفرد أو تعيشها الأمة هذا استبدال من الهداية إلى الضلال أو من الضلال إلى الهداية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الآتون الجدد هم المهتدون والخارجون من دائرة الهداية هم الضالون هذا هو الاستبدال من ضلال إلى هداية ومن هداية إلى ضلال أو من ضلال إلى ضلال أشد أو من هداية إلى هداية أعلى وأرخى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير في سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة ها أنتم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفق في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا إن تتولوا إن تعرضوا إن تبتعدوا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ها هو القرآن يحدثنا عن استبدال تكويني وعن استبدال في حياة الناس في أجوائها الشرعية الدينية إنه إخراج من هدى إلى ضلال أو إخراج من ضلال إلى هدى أو قد يكون الإخراج من ضلال إلى ما هو أضل ومن هدى إلى ما هو أهدى من هنا كانت الراية اليمانية هي الأهدى والراية الخراسانية هي المهتدية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم نقرأ في نهج البلاغة الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثلاثين في الخطبة الخامسة والعشرين حينما وصل خبر أصحاب معاوية وما كان من اعتدائهم على البلاد التي هي في خلافة أمير المؤمنين في دولة أمير المؤمنين أنبعت بسرا قد اطلع اليمن إلى آخر حديثه إلى أن يقول أمير المؤمنين اللهم إني قد مللتهم يتحدث عن العراقيين عن الكوفيين لأن الإمام قال لهم وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم يتحدث عن الشاميين عن الأمويين سيدالون منكم سيدالون منكم أي أنهم سيتغلبون عليكم وهم الذين سيتحكمون فيكم وهذا هو الذي حدث وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم لماذا باجتماعهم على باطله عندهم فكرة وتفرقكم عن حقكم لم تكن هناك من فكرة لديهم وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم يتحدث عن الشاميين سيدالون منكم لماذا باجتماعهم على باطلهم هناك فكرة يجتمعون عليها وتفرقكم عن حقكم وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل إلى آخر ما جاء في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول اللهم إني قد مللتهم وملوني ملوني لأنهم لا يمتلكون فكرة لا يمتلكون عقيدة وسئمتهم وسئموني من هنا أدعوكم يا من تقولون إننا ننتظر إمام زماننا كي لا يتسرب إليكم الملل أن تنشئوا تيارا فكريا عقائديا مجتمعيا مهدويا لهذا السبب أدعوكم حتى لا يصيبكم الملل ولا يتسرب إليكم الضجر والكسل من انتظار إمام زمانكم اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني ثم ماذا يقول الإمام فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء يا أمير المؤمنين لا زال هذا الأمر موجودا ودعاؤك واضح أثره في المجتمع العراقي الإمام يتحدث عن الكوفيين يتحدث عن القبائل العربية التي كانت في الكوفة ومن كان على شاكلتهم الكلام ينطبق على الذين كانوا يقولون نحن شيعة لعلي وعلى الآخرين اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء فليس هناك من قلوب مجتمعة اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء تذكر هذه الكلمة لأنني سأقرأ عليكم بحسب وقت الحلقة ما أقرأ من رسالة إمام زماننا تحدث عن الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية واثنعش للهجرة فالإمام يتحدث عن أن قلوب شيعته متفرقة وليست مجتمعة على الوفاء بعهودها وعقودها ولازال الأمر هو هو لقد ماثت القلوب تشتتت تفرقت وما تجمعت وما تركزت فيها فكرة واحدة كلام خطير هذا الكلام وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم لماذا باجتماعهم على باطلهم على فكرة واحدة وتفرقكم عن حقكم ليس هناك من فكرة واحدة قد اجتمعوا حولها ولذا فإن الإمام دعا بهذا الدعاء اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني اللهم مث قلوبهم مثلما لم تجتمع على فكرة صحيحة واحدة اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء في صفحة الثامنة والخمسين من نهج البلاغة الشريف ومن كلامه المرقم بالرقم السبعين في سحرة اليوم الذي ضرب فيه في سحرة اليوم الذي ضرب فيه السحرة هو وقت السحر الإمام يقول ملكتني عيني وأنا جالس فسنح لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدت فقال ادعو عليهم فقلت أبدلني الله بهم خيرا منهم وأبدلهم بشرا لهم مني وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع ودخلت الأمة في تيه مضاعف أما تيه الشيعة فإنه أضعاف تيه بني إسرائيل في تفسير القمي إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الطبعة طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة ستمية وثمانية وأربعي بسنده بسند علي بن إبراهيم القمي عن يعقوب بن قيس قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يبن قيس وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم عن أبناء الموالي المعتقين الموالي هم الأعاجم من الفرس والترك وغيرهما الإمام الصادق يقول ليعقوب بن قيس يبن قيس وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ما قرأته عليكم في الآية الثامنة والثلاثين من سورة محمد صلى الله عليه وآله عن أبناء الموالي المعتقين في الجزء التاسع من مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي وهذه طبعة طبعة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثمانين بعد المئة عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن تتولوا يا معشر العرب الحديث في الآية نفسها في الآية الثامنة والثلاثين من سورة محمد صلى الله عليه وآله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم إن تتولوا يا معشر العرب يستبدل قوما غيركم يعني الموالي الأعاجل من الشعوب المختلفة الأخرى وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد والله أبدل بهم خيرا منهم الموالي خيرا منهم خيرا من العرب الإمام يقول قد والله أبدل بهم جرى فيهم قانون الاستبدال قد والله أبدل بهم خيرا منهم الموالي إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن أصحابه من الأعاجل من غير العرب أفاضل أصحابه عظماء علماء أصحابه النسبة الأكبر العدد الأكثر لم يكونوا من العرب الذين كانوا من العرب كانوا قليلين ولذا كان أئمتنا يقولون إمامنا الباقر إمامنا الصادق سائر أئمتنا صلوات الله عليهم لا زال هذا الأمر أي أمر إنه دين محمد وآل محمد لا زال هذا الأمر لا زال هذا الدين يؤيد بالأباعد فالأباعد إنه قانون الاستبدال لزال هذا الدين يؤيد بالأباعد فالأباعد ألا تستغربون أن القناة الفضائية التي تضع فكرة العترة الطاهرة الأصيلة بين أيديكم تأتيكم من أوروبا تأتيكم من لندن القنوات الفضائية التي في بلادكم في بلاد الشيعة في العراق وغير العراق تضخ عليكم بقذارات النواصب وسفاهات وتفاهات معممي الحوزة الطوسية في النجف وكربلا هذه تطبيقات واضحة لواقع تعيشونه الآن الراية اليمانية تأتي من اليمن الراية الخراسانية تأتي من إيران البتريون يخرجون من النجف وكربلا هذا هو قانون الاستبدال بإمكانكم يا شباب الشيعة أن تفعلوا قانون الاستبدال بعملكم باجتماعكم على فكرة سديدة سليمة إنها العقيدة السليمة التي تقدمها لكم قناة القمر من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فاجمعوا عقولكم وقلوبكم على هذا الفكر وارحموا أنفسكم أنا لا أدعوكم لنفسي ولست طامعا أن أكون قائدا لكم أن أكون إماما لكم فأنا لا أشتري هذه المعاني بفلس ممسوح وبنعل عتيق ممزق أدركوا أنفسكم أنتم تبصروا في حالكم بإمكانكم أن تفعلوا نتائج قانون الاستبدال لصالحكم شرحت لكم وبينت لكم العلاقة بين قانون البداء وقانون التوفيق والخذلان وقانون الاستبدال وإن كان البيان موجزا لأن المقام لا يسمح أن أسهب فيه كثيرا إذا سنحت فرصة أخرى ربما أحدثتكم بالتفصيل عن هذه القوانين مثل ما جاء في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بعيدا عن قذارات سقيفة بني ساعدة ونجاسات سقيفة بني طوسي وأنا قاصد أن أستعمل هذا التعبير النجاسات لأن سقيفة بني طوسي أقذر بكثير من سقيفة بني ساعدة هذه سقيفة نجسة بتمام معنى النجاسة إنني أتحدث عن النجاسة الفكرية والعقائدية في الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة خمسمية وخمسة وثمانين إنه الحديث الحادي عشر إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يدعو أصحابه من أراد الله به خيرا سمع وعرف ما يدعوه إليه ومن أراد به سوءا طبع الله على قلبه فلا يسمع ولا يعقل وهو قول الله عز وجل حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وإمامنا الصادق يقول لا يخرج من شيعتنا أحد إلا أبدلنا الله به من هو خير منه وذلك لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم لا يخرج من شيعتنا أحد إلا أبدلنا الله به من هو خير منه في مقدمة الحلقة الأولى كنت أتمتم بهذه الكلمات انتبهت من سنتي أقلب صحائف ذاكرتي كثيرون كثيرون هم الذين مروا من هنا كنت أناجي فؤادي انتبهت من سنتي أقلب صحائف ذاكرتي كثيرون هم الذين مروا من هنا لم يبقى في الدار يا قلب إلا أنت وأنا يصبح الرجل من شيعتنا على أمر ويمسي على غيره ويمسي الرجل من شيعتنا على أمر ويصبح على غيره سوط القدر مستمر وسيعود أسفل القدر أعلاه وسيعود أعلى القدر أسفله لا يخرج من شيعتنا أحد إلا أبدلنا الله به من هو خير من وذلك لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم هذا هو الجزء السابع والخمسون من بحار الأنوار للمجلس أطبعته طبعته دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 213 إنه الحديث الثالث والعشرون عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم المطبوع والشائع يقولون ويأزر لا معنى لهذه الكلمة هنا ويأرز ويأرز ينكمش يجتمع يجتمع ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل إلى آخر الرواية الشريفة وقد قرأتها عليكم مرارا وشرحتها في البرامج المتقدمة ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم هذا استبدال لقد استبدل العرب بالفرس بالأعاجم واستبدل شيعة العراق بشيعة إيران واستبدلت النجف الكوفة بقم الروايات هي التي أخبرتنا الراية الأهدى تأتي من اليمن الراية المهتدية تأتي من خراسان الرايات الضالة التي لا يدرى أي من أي ستكون في الكوفة البتريون سيكونون في الكوفة الروايات هي التي تقول المرجئة مرجئة الكوفة البترية بترية الكوفة رايات الضلال رايات الكوفة صاحب السفياني سينزل في الكوفة أهل العراقي سيبايعون السفياني في الوقت في الوقت يدخل فيه الإمام إلى العراق وقد وصل إلى القادسية هكذا حدثنا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أنتم بإمكانكم يا شباب لا تعود أمير المؤمنين هو الذي يقول أغتنموا الفرص اغتنموها اغتنموها فإنها تمر مر السحاب مثلما تمر السحابة ولا يسقط مطرها في هذا المكان وإنما يسقط مطرها في مكان آخر فإن الفرص باستطاعتنا أن نجعلها ناجحة ناجحة وأن نجعلها مفيدة بحسب سعينا ثوروا على واقعكم السيء نظموا حياتكم نظموا أوقاتكم التجئوا إلى إمام زمانكم توسلوا به أن يوفقكم الذي يريد أن يكون شيئا عليه أن يتعب ويتعب 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 وأن يواصل العمل النتائج العظيمة لا تأتي من الضجر والكسل ولا تأتي من الخور ومن الهمم الضعفة الهزيلة نذهب إلى فاصل